وبدأ إبراهيم رحلته التاريخية إلى الحجاز حيث الكعبة وحيث بناء البيت مع ولده إسماعيل وفي هذه القصة عبر كثير ولعل ما يغفل عنه الناس فيها هي طاعة الزوجة لزوجها لقد أطاعت السيدة سارة زوجها رغم حزنها على فراقه وأطاعت السيدة هاجر خليل الله حيث خرجت معه لواد غير ذي زرع ولا ماء ولا صوت ولا أنفاس ونزل الوحي وأخبره الله أن هذه الربوة التي ينظر إليها هي بيت الله الحرام أجل بيت الله الحرام حيث طاف بها آدم أول ما نزل إلى الأرض حتى أتى عليها الطوفان في عهد نوح وبالوحي عرف خليل الله إبراهيم أنه نزل ببكة أم القرى وضع إبراهيم الماء والتمر بجوار هاجر وإسماعيل وتركهما تحت ظل من الجلد وسار ولم يلتفت وراءه ملبيا أمر ربه إن إبراهيم لصبار شكور وقالت هاجر يا إبراهيم أين تذهب وتتركنا في هذا الوادي الذي ليس فيه أنيس ولم يلتفت إبراهيم وانطلق لا يلوي على شيء وما زالت هاجر تتساءل لمن تكلنا يا إبراهيم ولمن تتركنا فلما ذكرها إبراهيم بربها اطمأنت وأمنت وتمالكت جأشها وقالت في نفسها أليس هذا الرجل هو رسول رب العالمين وقالت يا إبراهيم أأله أمرك بهذا قال إبراهيم نعم إذن فلن يضيعنا ورضيت هاجر عليها السلام بالله جل وعلا مدبرا ومعينا وحافظا وجعلت تأكل من جراب الطمر وتشرب من الماء حتى نفد الماء ونفد الطمر وجاع ابنها إسماعيل والله تعالى يقدر البلاء ثم يأتي بالفرج يا ترى ماذا يحدث الآن لنبي الله ولزوجته وابنه إسماعيل لن يضيعهم الله هكذا قالت السيدة هاجر لخليل الله واطمأن قلبها وأمنت على إسماعيل نتمنى أن نكون معهم في هذه البلاد البعيدة نؤنس وحدتهم يا صديقي فماذا لو نافد الطعام والماء يا أخي فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين كان إبراهيم واثقا بالله مطمئنا بأن الله تعالى لن يضيع هاجر وإسماعيل وأنهما في معية الله في معية أحسن الخالقين ويجوع إسماعيل عليه السلام ويعطش ويقدر الله أن يجوع الطفل ويعطش حتى كاد أن يموت وهاجر تتألم وهي طرى ابنها يكاد يموت من العطش ولا تدري سبيلا لإنقاذه وتنظر إلى أقرب جبل فتجد جبل الصفا فتأخذ بالأسباب وتصعد عليه تبحث لعلها تجد من يغيث فتخرج وتصعد على الصفا وتتجه يمينا وشمالا لا ترى أحدا فتنظر إلى أقرب جبل إلى جوار جبل الصفا فتجد جبل المروة فتتجه نحوه باحثة عمن يغيث وفي بطن الوادي تسعى سعي الإنسان المهرول حتى إذا صعدت مشت فلم تكن تستطيع أكثر من ذلك حتى أتت المروة فصعدت عليه في هذه الشمس التي لا يحتملها أكثر الناس وسعد بين الصفا والمروة سبعة أشواط فهي لا تريد أن ترى ابنها يموت إلى أن كانت المرة السابعة بعد أن بذلت كل ما في وسعها لإنقاذ إسماعيل والتي ليس منها النجاة وإنما النجاة من فضل الله تعالى فلقد سمعت هاجر صوتا فتقول لنفسها الصهل حيث تسكت نفسها ثم قالت تخاطب من لا تدري من هو ولكن تسمع صوته قد أسمعت إن كان عندك غواث فإذا بالملك جبريل عليه السلام عند ابنها الذي يتألم جوعا وعطشا ويكاد يهلك فيضرب الأرض بجناحه فتنبع زمزم فتفرح بالماء فرحا عظيما وتقول زمي زمي كانت لا تجد قطرة ماء ثم وجدت عينا نابعة فكانت زمزما مباركة والتي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم ماء زمزم لما شرب له أقتل أخي نعم أقتل إنه قد أضلنا عن ذكر آلهتنا يريد أن يفعل بنا ما فعله إبراهيم بأهله وبأبيه آثر إنه أخي ولكنها آلهتي وأخاف أن يبدل إبراهيم ديننا كما بدل دين البلاد المحيطة بنا إلى عين أنت ذاهب أنت يا نماش يا نماش الحمد لله رب العالمين رب العالمين من؟ الذي شتت شمل هذه الأسرة؟ الذي زرع الفتنة بيننا؟ يا نماش يا ولدي ليس شتاتا إنه الفارق بين الحق والباطل بين الكفر والإيمان أنحن على الكفر يا متليز؟ كل من جاءه أمر ربه ورسالة إبراهيم خليل الله ولم يؤمن فهو على الكفر وماذا عن آلهتنا التي نعبدها؟ إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان وماذا لو أمنت؟ هل سيعطيني ربكم الذهب والفضة؟ هل سأكون عزيزا في قومي؟ ملكا متوجا؟ ماذا سيعطيني ربكم؟ الجنة الجنة؟ جنة عرضها كعرض السماوات والأرض أعدت للمتقين والنجاة من عذاب النار يا ولدي النار؟ نعم النار فإن الله شديد العقاب وسريع الحساب والنار مثوى الكافرين الضالين الظنين بالله ضمن السوء يا نماش اقترب يا ولدي تعالى اشهد أن لا إله إلا الله وأن إبراهيم نبي الله وأبي ماذا أقول له؟ وقومنا وأهلنا لا 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 أنا لن أبدل دين آبائي وأجدادي أتركيني يا أمي اللهم اهدي ولدي اللهم اهدي زوجي اللهم اهدهم اهدهم للحق فإنك تهدي من تشاء وتضل من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير وأخذت السيدة هاجر تسقي ولدها إسماعيل وتحمد الله الذي حفظها وابنها من الموت عطشا وجوعا وكذلك ينجي الله المؤمنين وعاد إبراهيم إلى السيدة سارة مطيعا لأوامر ربه كيف استطاع خليل الله عليه السلام أن يترك ولده الرضيع إسماعيل مع أمه في هذا المكان الموحش حيث لا زرع فيه ولا ماء ولا حياة ولا بشر ولكنهم الأنبياء يعطون دائما القدوة في السمع والطاعة لله جل وعلا إن كان الله يحب إبراهيم فلماذا يعذبه بما يحدث لزوجته وابنه يعذبه نعم يعذبه فهل من المعقول أن يعذب المحبوب حبيبه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن إبراهيم لنبي الله وخليله ولن يضيعه الله لن يضيعه الله أبنائي الأعزاء أرى في وجوهكم دائما الظهولة في حيات خليل الله إبراهي 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 إبراهيم وزوجته وابنه إسماعيل لقد رأيت في قصة خليل الله عجباً فماذا رأيت يا سعد؟ لقد ابتلاه الله في أشياء لا قبل لبشر بها فمن هذا الرجل الذي يترك ابنه وزوجته في صحراء جرداء لا زرع فيها ولا ماء؟ ومن هذا الرجل الذي يعيش عمره كله مرتحلاً هاجر وترك حضن أمه وهاجر وترك زوجته صارة وهاجر وترك هاجر وإسماعيل ما هذه القوة الإيمانية الراسخة وعقيدة التوحيد القوية التي لو وجدت في زماننا هذا لم تلك المسلمون مشارق الأرض ومغاربها إنه الإيمان واليقين إنه الإحسان إنه أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فهو يراك وكيف كان حال السيدة سارة في ذلك الوقت؟ كانت سارة حزينة لا تفارقها دموعها على فراق هاجر وإسماعيل فلقد تعلق قلبها به كثيراً وأحبته حباً كبيراً كانت سارة حزينة لا تفارقها دموعها على فراق هاجر وإسماعيل وطمأن الخليل عليه السلام قلب سارة وأخبرها أنه قد تركهما لله واستودعهما الله ومن كانت وديعته عند الله فهي في حما فإن الله لا تضيع عنده الودائع لهذه الدرجة كانت السيدة سارة تحب إسماعيل نعم فلقد كانت تعتبر إسماعيل أجمل هدية من الله عز وجل وحزنت لفراقه حزناً كبيراً ولكن الله أفرغ عليها صبراً من عنده وهون عليها بعودة خليل الله إليها وماذا عن قوم لوط عليه السلام ماذا عن هؤلاء المفسدين في الأرض لقد بغوا وطغوا وأفسدوا والله لا يحب المفسدين أما عن قوم لوط لماذا لا تزيد من الفساد في البلاد حتى يخرج منها لوط افتح لهم البيوت سهل لهم ممارسة ما يحبون حتى يعبوك حاول أن تكسب الشعب بأن تسهل له كل ملذاته وشهواته إما أنت وقومه وإما لوط فالشعوب تحب من يمشي على هواءها تحب من يدللها ييسر لها الفواحش حتى تثبت ملكك في الأرض هاجم لوطاً هاجم لوطاً واتخذه عدونا أول طفل يمر اختطف ومارس معه ما تحب تعالى فإني أبحث عنك منذ البارحة وأنا أبحث عنك أيضاً هيا لنقدي معاً أوقاتاً جميلة ونصحاهم لوط ولكنهم قوم لا يحبون الناصحين نصحاهم لوط أن كفوا عن هذه الرذيلة القبيحة وعودوا إلى الله ينشر لكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم رشداً إنك تعلم أننا لن نفعل ما تقول فأتنا بالعذاب إن كنت من الصادقين لقد أمر لوط بناته بالحجاب والتستر كما أمره رب العالمين حتى طلبت منه زوجته الطلاق طلقني يا لوط طلقني خذ بناتك فأنا لست منكم وأنتم لستم مني يرد لوط ما أمرت بهذا إنما أمرت أن أصبر عليكم حتى يحكم الله بيني وبينكم إذن لابد من طردك وبناتك من سدوم سأذهب بنفسي للملك ليطردك وبناتك وانظر ماذا يفعل لكم الرب وذهبت زوجة لوط إلى الملك تستعديه على زوجها لوط وبناته إنني أريد الطلاق من لوط يا جلالة الملك لماذا وبينكما بنات وذرية لقد بدل ديننا وسعى لإفساد بناتي وحرمانهم من متعة التزين وظهور أمام الفتيان فكيف كيف سيتزوجون يا لوط لقد كرهتك زوجتك فطلقها يقول لوط إن أتبع إلا ما يوحى إلي لكنها لا تريد أن تعيش في بيتك كرهت مأكلك ومشربك ومسكنك يرد لوط بأن شأنها كقومها فهم لا يحبون الناصحين وسأصبر حتى يفتح الله بيني وبينهم بالحق وهو خير الفاتحين لن أتبعك يا لوط لن أتبعك ولن أحرم نفسي وقومي من ملذات الحياة الدنيا فأنا لست منك وأنت لست مني قال لوط من تبعني فإنه مني ولا يحل لي أن أزوج بناتي بمن ليسوا مني نحن لا ننسى جميلك يا لوط الذي رد علينا أسران من الآشوريين في معركة كبيرة انتصرت فيها للضعيف أعلن أنا ملك سدوم أنه لا حق لأحد في بنات لوط بل لا حق لأحد من سدوم في بنات لوط ما هذه الوجوه النظرة الجميلة؟ من هؤلاء العباد؟ وما هذا الجمال؟ سبحان الله خالق كل شيء واستمر ضيوف إبراهيم في السير واستندهاش الناس من مناظرهم الجميلة وجاءت ساعة الحساب جاء ضيوف إبراهيم من الملائكة ودخل ضيوف إبراهيم بيته فما رأى الناس أجمل منهم؟ ما رأيت أجمل منهم في حياتي ولا أنا هيا هيا لنجهز لهم الطعام ورفض إبراهيم أن يضيفهم أحد غيره فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين وجهز لهم الطعام بنفسه شكرا وضع إبراهيم الطعام أمام ضيوفه فلم يمد أحد يده للطعام وقال ألا تأكلون؟ فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا رسل ربك إنا أرسلنا إلى قوم لوط إنا مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين وبدأت يا أبنائي معركة جديدة من معارك الحق والباطل وجاء وقت الحساب الدنيوي والعقاب الإلهي لقوم لوط وجاءت أيضا البشرى بإسحاق كي تقرع عين السيدة سارة جاءت رسل الرحمن بالبشرى لإبراهيم خليل الله بإسحاق وجاءت أيضا بالعقاب والنهاية المحتومة لقوم لوط وقوم سدوم يا بني بيّن الله عز وجل أن قوم لوط كانوا يأتون الذكران من العالمين ويأتون هذه الفاحشة المعروفة بالشذوذ الجنسي وهي بلا شك أفضع الفواحش وخاف إبراهيم على لوط فأقبلت السيدة سارة في صرة فسكت وجهها وفي هذه المقابلة بشرتهم الملائكة بميلاد إسحاق عليه السلام ومن وراء إسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب منحة وهبة ونعمة من الله تعالى لخليله في الحياة الدنيا فتعجبت السيدة سارة وقالت أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا؟ وردت الملائكة على قولها قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد وقد تعجب إبراهيم عليه السلام قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين ثم جادلهم الخليل في قوم لوط فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط ذلك أن إبراهيم كان يرجو أن ينيبوا وأن يتوبوا وقال لهم إبراهيم أتهلقون قرية فيها ثلاثمائة مؤمن قالوا لا قال فمائة مؤمن قالوا لا قال فأربعون مؤمنا قالوا لا قال فأربعة عشر مؤمنا قالوا لا إلى أن قال أفرأيتم إن كان فيها مؤمن واحد قالوا لا قال إن فيها لوط قالوا نحن أعلم بمن فيها فقال تعالى اقترب 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 قماش إلياغور أجود أنواع الأقمشة يا إلياغور ماذا تريد يا لوط أريد أن تدفع لي ضريبة وقوفك في هذا السوق وإلا منعتك ولكني أدفع لك منذ سنوات طويلة تدني حتى لا أخرب عليك تجارتك ولكن هذا ظلم وسألجأ إلى الكهنة والآلهة لينقذوني من ظلمك الآلهة ماذا تغني عنكم الآلهة فلقد لجأتم إليها كثيرا ولم تنقذكم من لواظ الجبار ألا تبحث لك عن إله آخر يكون له سلطان على لواظ وبعد رحيل الملائكة أخذت سارة تبكي تبكي من شدة الفرح فلقد من الله عليها بالبشرى بالولد من زوجها وحبيبها الخليل بعد سنوات من الصبر والدعاء وكان إبراهيم شاردا يفكر فيما سيحدث لقوم لوط وأخذ يدعو الله تعالى أن ينجي لوطا واقتربت الملائكة من إحدى بنات لوط فقالوا يا جارية هل من منزل؟ قفوا مكانكم لا تدخلوا حتى آتيكم أخاف عليكم من القوم الفاسقين انتظروا قليلا يا أبتي أرافتيانا على باب المدينة ما رأيت أحسن منهم وجوها أخاف أن يأخذهم القوم فلقد نهوك أن تضيف رجلا فرد عليها لوط عليه السلام خلي عنا فلنضيف الرجال فجاء بهم فلم يعلم أحد إلا أهل البيت قابل لوط ضيوفه فوجد فيهم جمالا ووسامة ونزل الملائكة ضيوفا على لوط الذي ضاق بهم ذرعا من الخوف عليهم وانطلق أمامهم وجعل يعرض لهم في الكلام لعلهم ينصرفون عن هذه القرية وينزلون في غيرها فقال لهم والله يا هؤلاء ما أعلم على وجه الأرض أهل بلد أخبث من هؤلاء ثم مشى قليلا ثم أعاد ذلك عليهم حتى كرره أربع مرات قال وكانوا قد أمروا ألا يهلكوهم حتى يشهد عليهم نبيهم بذلك وقالت الملائكة للوط بماذا تشهد على قومك ورد لوط بأنهم شر قوم على وجه الأرض وتعجب أن ضيوفه لا يأكلون ولا يشربون أسريعي اذهبي إلى بيك أسريعي اجعله يطرد لوطا أو يقتل لوطا إن لوطا يريد أن يفسد حياتكم ما هذا الذي يقوله ما هذا الذي ينصح به الناس ومن أين يتبه اذهبي سريعا حتى تتخلصي منه ومما يدعو إليه ستصبحين كبيرا في قومك سيذكرك تاريخ سادوم وأنك من أخرجت لوطا من هذه القرية هيا هيا ما هذا الملل الذي يملأ حياتنا أما من جديد فقد فعلنا كل شيء حتى مللنا نريد شيئا جديدا يدخل حياتنا لقد أصبحنا نأتي الرجال شهوة من دون النساء ونأسر الغلمان ونقتل الضعيف ونسب النساء ونسرق ونذبح ونزني ونفعل كل المنكرات ولكن الحياة أصبحت مملة ليس فيها جديد لقد جاءك الجديد يا أبي ها؟ الجديد؟ وما هو يا ابنتي؟ ثلاثة من الفتيان ما رأيت في جمالهم ولا في حسنهم ماذا تقولين؟ ثلاثة من الفتيان الحسان أين هم؟ أين هم؟ خبريني ولا تخبري غيري أين هم؟ آه إنهم معلوت الآن بالمنزل نزلوا عليه ضيوفة لوت؟ آه جاءت اللحظة التي سنعاقبك فيها يا لوت جاءت اللحظة إنها لحظة الحساب والعقاب فلتكن كل القرية معنا حتى يتأدب لوت ونؤذيه في ضيوفه وما زال لوت يتحدث إلى رسل رب العالمين حتى دخل حارسه مولايا لوت إن القوم بالباب قد حضروا إليك يريدون مقابلتك وفزع لوت وخاف على ضيوفه من أذى قومه وحذر ضيوفه من الخروج إلى هؤلاء القوم المفسدين أخرج علينا يا لوت وسلمنا ضيوفك وإلا دخلنا عليك واقتحلنا المنزل وأخذناهم عنوى ألم ننهك عن تضييف الرجال؟ وأدرك لوت أن هذا اليوم يوم عسيم وردت الملائكة لا تبتأس يا لوت فإن ركنك لشديد وإنهم لآتيهم عذاب غير مردود قالوا يا لوت إن رسل ربك لن يصلوا إليك أخرج بضيوفك يا لوت وعرض عليهم لوت عليه السلام بناته على سبيل الزواج قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد؟ لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد يا لوت أعطنا ضيوفك واسلم من أذانا وردت الملائكة يا لوت إن مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين وحزن لوط على أهله وبناته ممن اتبعوه وخاف عليهم من الهلاك والدمار فقالت الملائكة لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين لقد كانت مواجهة عظيمة بين لوط وقومه والملائكة أي متعة حقيقية في قصص الأنبياء وأي فائدة عظيمة وعبر وتعاليم من سيرتهم وحياتهم وسيستمر الصراع أبد الآبدين بين الإيمان والكفر ولن يترك المنافقون المؤمنين لينعموا بدينهم وعقيدتهم ستظل الحرب مستمرة إلى يوم القيامة ها وماذا بعد؟ طلب جبريل من الله عقابهم فأمره بردهم وضرب جبريل بجناحه على أعين هؤلاء الفسقة فطمسها عيني لا أرى بعيني وأراهضا لا أرى ضع مصري أصبحت ضريرا أين أهلي ومالي وملذاتي وشهواتي وقال لوط لأهله إن الله أمرني أن أسري بكم وقد وعدني الله بالنجاة أنا وأهلي إلا من أصر على الكفر اشتركوا في القناة قالوا عن عذاب قوم لوط اقتلعهن جبريل بطرف جناحه من قرارهن وكن سبع مدن بمن فيهن من الأمم ترجمة نانسي قنقر فإن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر حتى سمعت الملائكة أصوات ديك ترجمة نانسي قنقر وماذا فعل سيدنا لوط بعد ذلك؟ وعاش لوط يدعو إلى الله تعالى وأعطاه خليل الله المال والعبيد والماشية لتساعده وتقوية على مواصلة دعوته لتوحيد الله في الأرض وماذا عن السيدة سارة؟ فرحت بولدها إسحاق عليه السلام وظل إبراهيم يردد قوله تعالى الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق فلقد أنجبت سارة ولدها إسحاق بعد أن تجاوزت التسعين من عمرها وهكذا يا أبنائي إرادة الله إذا أراد أن يقول للشيء كن فيكون وهكذا عاش إسماعيل مع أمه هاجر وكان في الرابعة عشر من عمره وكأنه في العشرين من عمره بعد أن جاءت قبيلة جرهم وسكنت بجوارهم لأجل الماء الذي ما تعودوا على وجوده في ذلك المكان وكانت هاجر تحب الأنس بالناس لقد جاورنا إسماعيل وأمه هاجر فما وجدنا منهم غير الكرم والجود وحسن الجوار لقد شب إسماعيل وأخذ يدرب الخيل المتوحشة ويستأنسها ويدرب الفتيان عليها لقد من الله على السيدة هاجر وولدها إسماعيل بمعجزات كبيرة لقد تفجرت الأرض من تحت أقدام إسماعيل بماء أحياهما قبل موتهما ألم تقل هاجر إذن فلن يضيعنا لقد من الله عليهم واستجاب دعاء خليل الله عليه السلام إلى هنا وصلنا إلى هلاك قوم لوط قوم سدوم وهلاك امرأة لوط واستقرار هاجر وإسماعيل في مكة وميلاد إسحاق عليه السلام وفرحة سارة وإبراهيم به قل يا شيخ أنا قل وعفوا فلقد أرهقناك كثيرا لا لا يا ولدي فأنا لا أكتم علما علمني الله إياه ولقد قال تعالى في محكم آياته فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وأهل الذكر هم أهل العلم وانظر إلى خليل الله عندما قال لهم قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين لقد صدع الخليل بالحق في المواجهة ولم يجامل ولم يداهن وهو يرى هذا الضلال المبين لقد جاهد إبراهيم لهدم الباطل في القلوب وهاجر من بلد إلى بلد ومن مكان إلى مكان لم ييأس ولم يتخاذل كان إبراهيم عليه السلام يذهب بين الحين والآخر إلى مكة للاطمئنان على هاجر وإسماعيل عليه السلام إنه النبي الأب والزوج الذي يصبر على فراق ابنه وزوجته طاعة لله جل وعلا ما زال يذهب ليطمئن عليهما عصى الله أن يجمعه بهما في الآخرة هذا ما فعله إسماعيل بنا وبالخيل فلقد تدربنا عليها وأصبحت مستأنسة للغاية غير إسماعيل عليه السلام في طبيعة المكان الموحش فلقد أصبح فيه ماء وزرع وخيل وأصبحت فيه مياه بفضل دعوة مباركة من أب الأنبياء خليل الله رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر لا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله تأخرت علي كثيرا يا يوحى نرجس أين أنت يا يوحى؟ من أخذك مني؟ فلم تعد تسأل عني أكرهك لأبي لواض هو ما جعلك تفعل بهذا لقد آمنت بالله يا نرجس بالله؟ من هو الله؟ الله الخالق الرازق الله الذي خلق الظل الله الذي خلق البحار والأنهار الله الذي خلق الشمس والقمر والكواكب الله لا شريك له في ملكه ما هذه الكلمات الجميلة عن إله لم أعرفه من قبل؟ آمني يا نرجس آمني قولي لا إله إلا الله إبراهيم نبي الله إبراهيم؟ أهو ذلك الرجل الذي دخل النار فكانت بردا وسلاما عليه؟ نعم ولن تصيري لي زوجة حتى تؤمني بالله وتوحدي به أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن إبراهيم نبيه ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله ووصل إبراهيم إلى مكة وقابل هاجر وإسماعيل وساعد إسماعيل بصلاته خلف أبيه النبي ونام إبراهيم من ليلته وجاء البلاء العظيم حيث رأى في المنام أنه يذبح إسماعيل ورؤيا الأنبياء حق وصدق ماذا يفعل إبراهيم؟ أهيذبح ابنه البكر؟ قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك ورد إسماعيل قال يا أبا تفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين ولكن كيف يذبح إبراهيم ابنه إنه لبلاء عظيم إنه ابنه البكر وفرحته الأولى ولكن إبراهيم لم يكن ليتردد في أمر من أوامر الله تعالى حتى وإن كان الأمر بذبح ولده ولم يكن أمام إبراهيم إلا لانصياع لأمر الله بدون تردد وذهب إبليس إلى إسماعيل يوسوس له قائلاً إن إبراهيم يريد ذبحك سيزعم لك أن الله قد أمره بهذا فرد إسماعيل فرد إسماعيل سمعاً وطاع فقال إبليس ما أدراك أن الله أمره بهذا فأمسك إسماعيل بسبع حصوات وألقاها عليه وقال إسماعيل أعوذ بالله منك إنك أنت الشيطان فذهب الشيطان إلى السيدة هاجر يا هم إسماعيل هل تدرين أين ذهب إبراهيم بإسماعيل؟ سيذبحهم أتذكرين حين تركك إبراهيم في هذا المكان المحش؟ قالت هاجر هذا أمر الله أتستعديني على الله ورسوله؟ وذهب إبراهيم بإسماعيل ليذبحها وكان إبراهيم شبثاً لا يتردد وشد وثاق إسماعيل وحد شفرته وقال نعم العبد أنت يا بني على أمر الله فلما أسلم وتله للجبين ناداه ربه أن فك وثاق إسماعيل فلقد فداه ربه بذبح عظيم من منكم مثل إسماعيل؟ من منكم بكل هذه الطاعة التامة لوالده؟ من منكم يقول له والده إني سأذبحك؟ فيقول سمعاً وطاعة يا أبتي من منكم يتحمل أن يطلب أبوه منه أن يأتي بحبل وشفرة ثم يشد وثاقه ثم يلقيه على الأرض ليذبحه ثم يطلب من أبيه أن لا يرحمه وأن ينفذ أمر الله سبحان الله حين قال الله أعلم حيث يجعل رسالته خذوا العبرة من إسماعيل يا شباب المسلمين أطيعوا والديكم حيث كنتم تفلحوا فإن عقوق الوالدين عقوبته في الدنيا قبل الآخرة أنا لم أنم يا شيخنا ليلة أمس لم أنم وطوال الليل أفكر في هذه اللحظات العصيبة التي مرت على هاجر أم إسماعيل حيث علمت أن ولدها الوحيد سوف يذبح فأجابت أمر الله مع العلم أنها أم وأن قلبها يتمزق على وحيدها إسماعيل لكنه الإيمان حيث يجري في العروق مجرى الدم حيث يثبت في القلب ثبات الجبال وأنا أيضا ما زلت أفكر في قلب سيدنا إبراهيم خليل الله وهو يرتجف خوفا على ولده وحزنا على ذبحه وألما على فراقه لكنه الثبات اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك إنهم ليسوا بشرا عاديا مثلنا إنهم مصطفون من قبل رب العالمين سبحانه وتعالى من أفرغ الصبر على الثلاثة من أدبهم فأحسن تأديبهم ما هذا؟ أتبكي يا شيخنا الجليل؟ إنه الإيمان يا ولدي وحلاوته في القلوب إذن فأكمل لنا ما بدأت عن حياة إبراهيم عليه السلام كيف يمكن لأبن أن يذبح ابنه؟ فهل هذا من الدين؟ هل هذا من التوحيد؟ وما علاقة الدين بذبح الأبناء وقتلهم؟ إنه يفعل هذا امتثالا لأمر الله وكيف يمره ربه بقتل وذبح ولدي؟ هل ترضاه لولدك أنت؟ اللهم لا إله إلا أنت أعوذ بالله منك يا إبليس نحن شباب جرهم ليس كمثلنا أحد في ركوب الخيل وترويذها بعد أن علمنا إسماعيل بن خليل الله إن جرهم هم أول من جاوروا السيدة هاجر وولدها إسماعيل في هذا المكان وكان لنا شرف الإيمان على يد هاجر وإسماعيل ورفاق إبراهيم المهاجرين إلى هنا وظل إسماعيل عليه السلام ينصح قومه ويعلمهم ويرشدهم إلى طاعة الله جل وعلا ويدعوهم إلى الصلاة والصيام وأن من أطاع الله أدخله جنة عرضها كعرض السماوات والأرض وأن من عصاه ليس له جزاء إلا النار نعم النبي أنت يا ابن خليل الله جزاك الله عنا خير الجزاء فلقد نصحتنا وعلمتنا واهتدينا على يديك إلى الدين الحق يا سيدنا وكبيرنا لقد رأينا عجبا من جرهم في ركوب الخيل ومهارات الجري والقفز والسباق لقد تعلموا على يد إسماعيل ولابد أن يكون لنا مثل ما لهم يا سميدع أنا السميدع زعيم العماليق كيف يكون الجرهم الصبق علينا كيف يتفوق شبابهم وفتيانهم على شبابنا في ركوب الخيل وترويدها هيا هيا نذهب إلى إبراهيم لنأخذ نصيبنا من الخيل يا إبراهيم كيف يكون لجرهم كل هذا الفضل في ركوب الخيل ولا يكون للعماليق نصيب منها ويأمر إبراهيم بإعطاء السميدع الخيل التي يريد ما كل هذا القرم والجود يا إبراهيم لقد استبخيت لنفسك ذكرا وأنثى فقط من الخيل ما أجمل خلقك يا رجل لقد أطفعت ناري وهدأت فورتي وهكذا دائما إبراهيم خليل الله كان لا يرد سائلا أبدا ويكرم الضيف ولا يرده غاضبا أو محروما يا سميدع هل وصلت بك الدلة والمهانة أن تدل نفسك لإبراهيم لكي تعلم فتيان قبيلتك ركوب الخيل وأنت السيد العظيم في قومك يا سميدع عدوة جر إبراهيم وابنك يا سميدع لا تقلل من شأنك لا تقلل من هيبتك أعوذ بالله من الشيطان وشركه هيا يا شباب العماليق هيا أنتم أفضل وأقوى شباب هيا يا شباب العماليق أروني كيف تركبون الخيل كيف تقفزون بها فلقد دربكم ابن خليل الله فلا يكون أحد أفضل منكم على وجه الأرض في ركوب الخيل هيا يا شباب العماليق وهكذا ودائماً يسافر خليل الله للدعوة ولا يستقر بمكان وتخبره السيدة هاجر أن الله معهم منذ تركهم في الصحراء حتى انفجرت فيها الماء وتجمع الناس حولهم وأخبرهم إبراهيم أنه سيعود ليطمئن عليهم يا فرعون مصر لقد جئناك بخيل مروضة لا يوجد مثلها على وجه الأرض خيل مروضة الخيول المتوحشة روضت فمن هذا الذي روضها إسماعيل إسماعيل؟ ابن إبراهيم خليل الله عظيم ابن عظيم وماذا تريدون مقابل هذه الخيل؟ إني سأعطيكم سفينة مقابل كل واحد من الخيول وقد قبلنا هذا يا فرعون مصر شاب يروض الخيول المتوحشة يا له من أمر عجيب عجيب تريد خطبة نرجس يا يوحى؟ نعم فلقد أسلمت نرجس يا أماه أسلمت وأنا أريد خطبتها ولكن كيف؟ كيف وأبوها وأبي بينهما عداء؟ وهما على الكفر أيضا لا أعرف كيف تتزوج نرجس وأبوها لواظ أشد الناس ظلما وبطشا ما فعله إبراهيم يفوق تخيل أي بشر فلقد ورث أجيالا عقيدة التوحيد وقوة الإيمان وحلاوة التضحية في سبيل الله وحذر من أن تكون من أولياء الشيطان فلقد كان إبراهيم أسوة حسنة في الدعوة إلى الله عز وجل وأسوة حسنة في الصبر والاحتمال وهل كان من أهل مصر من ظل على إيمانه؟ وكيف صبروا على ظلم الكهان؟ وكيف صبروا على ظلم الكهان؟ إن أهل مصر فيهم طيبة ولين طباع ونساؤهم يصبرن مع الرجال كما صبرت السيدة هاجر مع خليل الله وأي صبر؟ فلقد تركها خليل الله في الجبال وحدها ووليدها إسماعيل تركهما لله فلما علمت قالت إذن لا يضيعنا من أي طينة خلقت هذه المرأة؟ إنها صبرت على ما لا يطيقه أعتى وأقوى الرجال صبرت على أن يذبح ابنها الوحيد استجابة منها لأمر الله وطاعة لزوجها خليل الله ترى ما شكل مصر الآن؟ وهل فيها مؤمنون موحدون؟ فما أقلهم وقت أن تركناها مع خليل الله ظل إسماعيل يدعو الناس إلى عبادة الله وترك عبادة الأصنام وعدم السجود والركوع إلا لله الواحد القهار أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا إله إلا الله وحده لا شريك له لقد من الله علينا إذ بعث فينا الأنبياء الصالحين الذين أخرجونا من الظلمات إلى النور ومن ضلال الشرك إلى هدى التوحيد واقترب إسماعيل أكثر وأكثر من قومه يعلمهم وينقي عقيدتهم من الشرك ومن عبادة الأوثان إلى آخر يوم في عمره ولما رأى إسماعيل إحدى بنات العماليق تزوج منهم ووصل إبراهيم إلى مكة يسأل إبراهيم زوجة ابنه إسماعيل ما طعامكم وما شرابكم؟ نحن في ذيق لا طعام ولا شراب ولا نبات ولا ماء نحن في فقر وحزن إبراهيم لسماعه ما قالته الفتاة وأنها غير راضية بما قسمه الله لها فقال لها قولي لزوجك غير عتبة بيتك فلما عاد إسماعيل سأل زوجته هل جاءنا أحد اليوم؟ قالت له ما حدث بينها وبين الضيف فقال لها هل ترك لي شيئا؟ فقالت له ما حدث فقال لها إنه أبوه وطلق بنت العماليق بعد أن فهم ما يعنيه أبوه عليهما السلام وتقدم إسماعيل للزواج براعية ووافق أبوها مبارك عليك الزواج يا سيدة راعية إسماعيل هل حقا سأتزوج إسماعيل؟ هل سأكون أما لأولاد ابن خليل الله؟ هل سأعيش مع نبي الله في بيت واحد؟ الحمد لله الحمد لله وأخبر إسماعيل أمه هاجر بأنه سعيد لزواجه براعية وأن الله قد عوضه خيراً عن زوجته الأولى وفرحت هاجر بما فرح له إسماعيل وأخبرته هاجر أنها تتمنى زيارة خليل الله له وأن يستحسنها ويباركها ويرضى عنها ووصل إبراهيم عليه السلام أمام منزل إسماعيل وقال السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله وبركاته هل من منزل؟ تفضل قال إبراهيم أتكرمون الضيف؟ أعندكم ما تقدمونه للضيف؟ نعم إن شاء الله فادخل رحمك الله فاطعم واشرب قال إبراهيم ما طعامكم؟ اللبن والماء قال إبراهيم هل من حب الشعير أو القمح؟ نحن في نعمة قال إبراهيم بارك الله في طعامكم أدخل أيها الشيخ الجليل عندي قربة ماء من زمزم اغسل وجهك ورأسك من حر الطريق تفضل قال إبراهيم إن جاء رب البيت فأخبريه أني أبوه وقول له ثبت عتبتك فإنها صلاح لك فلما عاد إسماعيل أخبرته زوجته بما قاله لها أبوه فقال لها أنت عتبة البيت وإن أبي قد رضي عنك يا إخوتي في الله نريد مكانا نذهب إليه نتقرب فيه إلى الله تعالى سأذهب إلى خليل الله وأخبره بهذا فهي أمنيته لنا أن يكون هناك مكان يجتمع فيه المؤمنون لتوحيد الله وأظن أن الله لا يرد سؤال نبي الله إبراهيم في أن يجمع عباده الصالحين لعبادته وتقديسه وتوحيده وتوحيده يا خليل الله لقد تركتنا وقد تعلقت قلوبنا بك وكنا نخاف من الكهان الظالمين وإن لنا معابد للكفر في كل مكان ونريد بيتا لله الواحد الأحد ونريد معرفة شعائر ديننا الحنيف يرد إبراهيم إن ربي يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر فوضوا إليه الأمر كله وقولوا اللهم قدر لنا الخير وأرضنا به حيث كان وينزل الوحي على خليل الله يخبره أن الله يأمره بأن يرفع القواعد من البيت الحرام وأن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود ويحمد إبراهيم الله ويسمع ويطيع ويخبره الوحي عن رب العالمين بأن هذا البيت هو بيت الله في الأرض ويا له من شرف لأنت بنيه يا إبراهيم وينزل إبراهيم من الجبل يسافر إلى مكة لينفذ أوامر الله وذهب الخليل عليه السلام إلى إسماعيل في وجود زوجته ويخبر إبراهيم سيدنا إسماعيل ببناء البيت إنه لشرف عظيم لقبيلة جرهم ولكل من يسكن الوادي وسأله إسماعيل عن ميعاد بناء البيت فيقول له الخليل الآن سيتم بناء البيت كم من مفاجآت ومعجزات حدثت لخليل الله بداية من النار التي كانت بردا وسلاما إلى هذه النعمة الكبرى ما هي النعمة الكبرى؟ بيت الله الحرام نعم بيت الله الحرام لقد علم الله ما في قلب عبده ونبيه إبراهيم عليه السلام فلقد كافأ الله تعالى إبراهيم بهذا البيت الحرام الذي تحج له العباد وتشتاق في كل مكان وأخذ إسماعيل عليه السلام ينصح الناس ويعلمهم ويخبرهم بالطواف حول بيت الله الحرام وثوابه وأجره وأن هذه منة من الله تعالى وشرف لكل من شاهد أو شارك فيها وعلمهم الصلاة تجاه الكعبة الحمد لله الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة التوحيد الحمد لله الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة البيت الحرام الحمد لله الذي أنعم علينا بإبراهيم وإسماعيل الحمد لله رب العالمين الكعبة أول بيت وضع للناس لعبادة الله عز وجل في حين أن بقية الشعوب والقبائل في سائر أنحاء الأرض كانوا يبنون البيوت لعبادة الأصنام والآن يأخذ إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام وكل من رفع حجرا أو رتبه في الكعبة أو حمله على ظهره يأخذ ثواب كل من حج أو اعتمر في بيت الله وترى أن جميع المسلمين يتهافتون على زيارة بيت الله الحرام مهما كلفهم هذا من نصب أو تعب وأمر إبراهيم إلي عازر الدمشقي أن يبحث لإسحاق عن عروس من أهله بالعراق وأن لا يأخذ لإسحاق عروسا من بنات الكنعانيين الموجودين بفلسطين بل يأخذ له زوجة من عشيرته وبني أبيه وأن لا يرجع إسحاق إلى العراق ولكن تأتي زوجته لتعيش معه سيدتي سارة مبارك زواج ولدك إسحاق نبي الله وفرحت سارة بزواج ابنها إسحاق برفقة حفيدة ناحور أدعو الله أن يكون زواجا مباركا وأن يرزقهم الله الذرية الصالحة التي تدعو إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة يا إليا جور أخت اليوحى نعم أخت اليوحى وتخلص منه ما هو شر لك وشر لأخيه نماش أنه كفر بآلهتك أنه مرق عن دينك أقتل أقتل أقتله حتى يقول الناس أنك عظيم قتلته من أجل الآلهة أقتله ليلا أقتله ليلا وهو نام لا أتعنوا بزكين ها هيا هيا لا إله إلا الله إبراهيم نبي الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا إله إلا الله يا نرجس يا نرجس نعم نعم يا أبي لواض أعدي لي الفراش فلقد تعبت من كثرة السير وجمع الضرائب من الناس أبي إياك والظلم يا أبي فالظلم ظلمات يوم القيامة ماذا تقولين الظلم ظلمات ها سأعد لك الفراش يا نرجس إن الناس تقدر الظالم فقط وأنا يا بنيتي أجمع لك كل هذه الأموال فإذا ميت تركت لك العز والجاه فلا تمدين يدك لأحد وسأظل على ظلمي هذا إلى آخر يوم في حياتي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر وهكذا مرت الأيام سريعا عاش من عاش على الكفر ومات من مات على الإيمان وعاش في قلوب المؤمنين فقد قبض الله روح عبده ونبيه روت مات لوط عليه السلام ودفن في مغارته التي كان يتعبد فيها رحمك الله يا نبي الله يا من جاهدت في الله حق جهاده وضحشت بكل شيء من أجل دعوتك إلى التوحيد وعبادة الناس لرب العالمين واستقرت الحياة في مكة وأرسى إبراهيم قواعد مجتمع سوي يحكم بكتاب الله لا يقهر فيه القوي الضعيف ولا يبخل فيه الغني على الفقير وأكمل الله شريعة إبراهيم وأصبح لإسماعيل أولاد إثنى عشر صبطا من الأصباط أكبرهم نابت وهو أول حفيد لخليل الله السيدة صار في حالة صعبة للغاية يبدو أنها لا حول ولا قوة إلا بالله إذا ماتت السيدة صار فلنتذكر جميعا ما فعلته من أجل هذا الدين ومن أجل خليل الله سأدخل عليها لأطمئن إنها السيدة صار التي هاجرت مع إبراهيم هاجرت وتركت قومها صار التي ملأ قلبها اليقين بالله والثقة في نبوة إبراهيم لم تخف ولم تجزع خاضت معه كل المعارك ولم تتراجع أو تتردد إنها صار وكانت صارة على فراش المرد ماذا بك يا مولتي يا حبيبة قلبي يا أمي تقول صارة ما هي إلا لحظات وسأقابل وجه رب كريم رب غفظ يا أولادي التزموا بالدين منذ أول يوم من عمركم فلقد بيّن الله عز وجل أنه آت إبراهيم رشده من قبل أي من أول نشأته فلقد آتاه الله الحكمة وفهمه وعلمه فهي فرصة عظيمة لكم أيها الشباب أنكم نشأتم على هذا الدين الذي حارب من أجله كل الأنبياء فانظروا لما فعله إبراهيم في حياته إنها لعظات وعبر على العاقل أن يتدبرها أرى الحزن على وجهك يا شيخنا كادت حياة سارة تنتاهي يا ولدي وقد تأثرت كثيرا بما فعلته هذه المرأة القوية الصابرة التي ضحت بكل شيء في سبيل الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة خرجت روح صارة الطاهرة العفيفة خرجت إلى جنات رب العالمين إلى الرفيق الأعلى ماتت مولاتي سارة إنا لله وإنا إليه راجعون ماتت السيدة سارة يا للحزن الذي يسكن قلبا من الأنبياء ووقف الخليل أمام قبر زوجته وشريكة حياته يستغفر لها ويدعو لها ويتذكر صبرها وإيمانها وكيف حدثت له معها المعجزات وكيف رزقه الله منها على الكبر إسحاق وأخذ يدعو الله أن يجمعه بزوجته وحبيبته في الجنة اقترب اقترب هذه الأصنام ستقربكم لإلهكم ستقربكم لرب العالمين الذي تدعون إليه هكذا أنتم يا بائع الأصنام تتاجرون في كل عصر وكل زمان بالكفر والشرك ولكن هذه الأصنام ستقربكم إلى الله زلفا ولا يسكت إسماعيل ولا يرضى بالكفر أمام بيت الله ويمنع أي مظهر من مظاهر الكفر هكذا وأمام بيت الله يأتي بائع الأصنام لنشر القفر والشرك كيف يحدث ذلك؟ وبازال خليل الله على قيد الحياة سبحان الله يا أخي إن الكفر سيستمر مهما طال الزمان وكذلك الصراع الأبدي بين الكفر والإيمان سيستمر ولكن الحق سينتصر مهما طال الزمان أما الكفار فلهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ما هذا الذي تفعلون؟ أتطوفون حول الأحجار؟ ماذا تفعلون؟ إنها أحجار لكنها بيت الله الحرام الذي أمر الخليل ببنائه ولكنها حجارة حجارة لا تضر ولا تنفع لكنها بيت الله الحرام من هو الله؟ هل رأيت؟ هل سمعت؟ لا تصدق كنها من أفكار إبراهيم إنها خداع منه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لو كانت من عند إبراهيم لفعلها من قديم الزمان وما تعرض للحرق والموت والطرد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يهلاه من شرف عظيم هل آمنت بالله يا أختاه؟ هل دخل نور الحق إلى قلبك وأنت في قصر فرعون؟ نعم آمنت وآمن كثير من المصريين بإله إبراهيم وتفرقوا في البلاد خوفاً من بطش الكهان وظلمهم وهذه يا أخي في الله أسماء المؤمنين الذين تفرقوا في أنحاء البلاد سيفرح إبراهيم بهذا العدد من المؤمنين ولن أعود إلى مكة حتى أجمع هؤلاء المؤمنين وأذهب بهم إلى خليل الله هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فلقد أحسنوا دينهم وهاجروا من أجله كم أتشوق لهاجر وابنها؟ كم أتشوق لرؤية نبي الله إبراهيم؟ في القريب بمشيئة الله يجمعنا الله تعالى على الهدى والإيمان وتزوج إسحاق برفقة حفيدة ناحور وأنجب منها طفلين توأمين هما عيسو ويعقوب وكان خروجهما من بطنها بهذا الترتيب كان عيسو مغرماً بالصيد ويحبه أبوه إسحاق أما يعقوب فكان وديعاً وأحبته كثيراً أمه رفقة واستقرت لإسحاق الحياة بعد سارة ولم يتراجع عن تعليم الناس دينهم وتفقيههم فيه فهو نبي أخو نبي ابن نبي هو أبو الأنبياء ماذا بكم؟ كيف لا تحثون الناس على الكفر بالله؟ أنتم متكسلون لابد أن نفسد العالم كله لابد أن يعبد الناس الأصنام أو الشجرة أو النار أو يعبدون الكواكب والنجوم أو يعبدون الشمس والقمر ولكن لا يعبدون الله ماذا تفعل يا يوحى؟ أتستعد للقتال؟ ستقتل من يا يوحى؟ إن الله أمرنا أن نعد العدة لأعداء الله أيا من كانوا يا نرجس هيا بنا نهاجر يا يوحى هيا لن نهاجر حتى ننشر دعوة إبراهيم في أهلنا وأقاربنا أخاف عليك يا يوحى أخاف عليك وأمر إبراهيم إلي عازر الدمشقي أن يبحث لإسحاق عن عروس من أهله بالعراق وأن لا يأخذ لإسحاق عروسا من بنات الكنعانيين الموجودين بفلسطين بل يأخذ له زوجة من عشيرته وبني أبيه ها نحن على أبواب نهاية قصة خليل الله إبراهيم فما الذي لفت نظركم وشد انتباهكم في هذه القصة العجيبة؟ إن أكثر ما لفت نظري هو صبر خليل الله إبراهيم على المحن لقد صبر منذ طفولته على أشياء لا تصمد أمامها الجبال فكيف تجرأ على أن يدخل المعبد في يوم عيدهم؟ وكيف خطم الأصنام جميعها؟ ما هذا الذكاء النبوي حيث ترك كبيرهم ولم يحطمه ليثبت لهم أنهم في حالة عجز مستمر عن الدفاع عن أنفسهم؟ وكيف واجه أباه آذر بالحق وصدع به وأنذره؟ إذ قال لأبيه يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ وكيف تقبل البلاء على أنه نعمة؟ وكيف تعامل مع المحنة على أنها منحة؟ يقولون إن السيدة هاجر مريضة وقد اشتد بها الألم إنني لا أتخيل شكل الحياة بمكة بغير السيدة هاجر فلقد جئنا عليها نحن أهل جرهم حيث خرج الماء واخضرت الصحراء وببركة دعاء خليل الله أصبح لنا حياة ومجتمع وكانت هاجر وإسماعيل هم النواة الأولى لقد منى الله عليها بمعجزة كبيرة وسيظل ذكرها في العالمين إلى قيام الساعة ماذا تفعلين يا نجس؟ إن ما يقوله لك يوحى هو الكذب والطلال لماذا تتركين الأصدام وتغضبين والدك؟ لا تفعل هذا إن يوحى يجذب يوحى يدعو إلى الحق أما ندرك أن يوحى لا يجذب عليك حتى تتزوجيه بعيدا عن والدك إنه يلعب بك فما عهدت على يوحى إلا حسن الخلق والصدق تركي هذا الدين وارجعي لدين الحق عبادة الأوتان أعوذ بالله أعوذ بالله اللهم ثبتني على الحق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أي ثقة هذه؟ وأي أمان أستشعره لوجودي يوحى معي؟ قل يا أبي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن إبراهيم نبي الله من علمكم كل هذا؟ الله الخالق الرازق الله الذي خلق الظل الله الذي خلق البحار والأنهار الله الذي خلق الشمس والقمر والكواكب الله لا شريك له في ملكه أهذي تعلم إبراهيم لكم؟ نعم إنه الفارق بين الحق والباطل بين الكفر والإيمان كل من جاءه أمر ربه ورسالة إبراهيم خليل الله ولم يؤمن فهو على الكفر اشهد أن لا إله إلا الله وأن إبراهيم نبي الله نعم يا أبي قل يا أبي إن الله غفور رحيم إن الله يغفر لمن يشاء فاستغفر الله قل يا أبي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن إبراهيم نبي الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن إبراهيم رسول الله اللهم لك الحمد مولاتي هاجر مولاتي بماذا تشعريني؟ بماذا تشعريني؟ يا من أحسن الله إليك لم أشعر يوما معك أنني خادمة بل شعرت بالأمومة والإحتواء والحنان منك مولاتي هاجر مولاتي هاجر وها هي هاجر التي كانت ملكة في منف متواجة على العرش تهاجر في سبيل الله مع زوجها إبراهيم عليه السلام تترك الثراء والترف وتختار العيش إلى جوار نبي الله عليه السلام ها هي هاجر التي عمرت مكة المكرمة هي وابنها إسماعيل أطاعت أمر ربها إذ تركها إبراهيم وحدها مع وحيدها ووليدها في صحراء قاحلة لا حياة فيها ولا زرع ولا ماء ها هي هاجر التي عاشت لحظات الرعب والرجاء وهي ترى ابنها وهو يكاد يموت جوعا وعطشا سعت ركدا بين جبلين من أكبر الجبال حتى من الله عليها بالفرج وتفجر الماء من تحت أخدام الطفل إسماعيل الإسلامrates الإسلامسية ولده اشترك ihren الجبل وغير الجبل Larمى ما يبدو جبل ها هي هاجر بين يدي الله تسلم روحه تسلم أمرها لله مؤمنة صديقة مسلمة له إلى هذا الحد تأثرتم بموت السيدة هاجر إلى هذه الدرجة بلغ حبكما للسيدة هاجر رحمها الله لقد عشنا معهم قصتهم فاقتربوا منا واقتربنا منهم وكأننا أهل وعشيرة ما أحسنني أنني كنت أتعامل معها طوال القصص على أنها تستمر معنا طوال الحياة ولم أفكر في لحظة في الموت وكأنها تعيش معنا بيننا تكلمنا ونكلمها ما أبكاني أن موتها جاء بعد موت السيدة سارة وسيدنا لوط عليه السلام شعرت يا شيخنا أنني أفقد كل يوم عزيزا علي أفقد أحدا من أهلي من ناسي أنا أكره الموت يا شيخنا أكره الموت لأنه يأخذ منا أحب الناس إلينا يا ولدي لقد مات رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وكل نفس ذائقة الموت ولقد حزن إبراهيم على فراق هاجر حزنا كبيرا فلقد رأى معها أول ولد وفرح به فرحة كبيرة ماذا تفعلين يا نرجس؟ ماذا تفعلين؟ هل فتنك يوحى عن دينك؟ يوحى الذي تحبينه وهو يستعد لمواجهة أبيك في معركة الخلاص يا أبي إنني أعبد الله رب العالمين آمنت به وبدعوة نبيه إبراهيم أسلمت واجه للذي خلقني وإليه المصير من الذي أضلك عن ذكر الآلهة؟ من الذي استغل براءتك يا نرجس؟ إنه يوحى يوحى الذي سأقتله في المعركة وأتخلص منه ومما يدعوك وقومنا إليه لا لا يا أبي لا يا أبي أرجوك فإنك تعلم أن يوحى منذ طفولتنا يحرص على أن يحميني إن يوحى طيب حسن الخلق يا أبي اصبطي أنا لا يهمني هذا أنا لا يهمني سوى ابنتي وعزي ومالي أتفهمين؟ اقتربت ساعة الحذ ليعلم الجميع من هو لواض لابد أن يعلم الجميع من هو لواض مقيت أنا وأنت يا يوحى أدعو إلهك لينقذك مني احترس يا نرجس أبي أبي الحبيب أبي يا يوحى يا يوحى نرجس أمانة في عنقك قل أشهد أن لا إله إلا الله وأن إبراهيم نبي الله وهل يغفر الله لي ذنوب عمر طويل في ظلم وقتل وسرقة وبغي أيغفر الله لي إن الله غفور رحيم إن الله يغفر لمن يشاء فاستغفر الله أستغفر الله وأشهد أن لا إله إلا الله وأن إبراهيم رسول الله أبي ماتت هاجر وماتت سارة وأصبح إبراهيم وحيدا يا لها من حياة مليئة بالرضا فلقد كانت حياة إبراهيم عليه السلام كلها رضا حيث رضي بقضاء الله في كل شيء وها هو خليل الله بعد رحلة طويلة من الدعوة إلى الله رحلة قوامها مئة وخمس وسبعون سنة عاشها لله وفي سبيل الله باع الدنيا واشترى الآخرة هاجر وجاهد بالنفس والمال وأطاع ربه حتى في ذبح ولده بنى الكعبة وحمل حجارتها على كتفيه وهاجر يواجه الحق يواجه الموت بكل ثبات وإيمان ويقين اللهم اشفي خليلك يا حي يا قيوم اللهم اشفيه شفاء لا يغادر سقما ولا تسمعنا عنه إلا كل خير يا رب لا نتحمل أي مكروه في خليلك لا نتحمل أن نراه مريضا لا نتحمل أي مصاب فيه اللهم اشفيه وعافه يا رب العالمين وقف إسماعيل عليه السلام مع الرجال بجوار سيدنا إبراهيم وهو في آخر لحظات عمره وتذكر خليل الله كل ما حدث له في حياته ها هو ذا إبراهيم ينصح أباه آزر بالإيمان أصبت يا إبراهيم أنت لا تعلم شر هذه الآلهة لا تعلم أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لإن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني ملي وتذكر الخليل معاناته مع قومه وهو يقنعهم بعدم عبادة الشمس والقمر والكواكب الخليل يفكر في تحضير مكيدة لأصنامهم ليثبت أنها في حالة عجز دائم حتى في الدفاع عن نفسها ها هو ذا الخليل يحطم الأصنام فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقذفوه في النار ولكن الله أقوى من كل شيء وحدثت المعجزة الإلهية وكانت النار بردا وسلاما على إبراهيم وخرج إبراهيم من النار بدون أن تمسه بسوء ولكنهم استمروا على عنادهم وكفرهم فأمر الله الخليل أن يهاجر فهاجر هو وزوجته السيدة سارة ويدخل إبراهيم ليوجه النصح لأبيه آزر يقول له يا أبتاء قل أشهد أن لا إله إلا الله وأن إبراهيم نبي الله وظل إبراهيم ينصح آزر فهو ما زال بارا بوالده حتى آخر لحظات عمره وتذكر خليل الله ووقف إبراهيم يتأمل في ملكوت الله ثم سأل ربه قال رب أرني كيف تحيي الموتى ثم جاءه الوحي بأن ضع على كل جبل منهن جزءا من اللحم ثم دعهن يأتينك سعيا فحدثت المعجزة وظهر الأربعة من الطير وتكونوا أمام أعين إبراهيم ثم أتوه سعيا على أقدامهن وتذكر الخليل المحنة الكبرى لما جاءته الرؤيا بذبح إسماعيل ووسوس له الشيطان فرجمه ونفذ أمر الله فقال له الله يا إبراهيم لقد صدقت الرؤيا وفداه بذبح عظيم نزل الوحي على خليل الله وأمره ببناء الكعبة مع ولده إسماعيل إن الحجر الأسود أنزله الله تعالى من الجنة إلى الأرض على خليل الله إبراهيم وكان أشد بياضا من اللبن فسودته خطايا بني آدم وعلم الخليل الناس أركان الحج إنه نبي الله إنه خليل الله إبراهيم عليه السلام خرجت روح إبراهيم خرجت إلى جنات رب العالمين خرجت إلى الرفيق الأعلى لتقابل ربها آمنة ويدفن جسده الطاهر ودفن في مزرعة حبرون حيث دفنت السيدة سارة رحمها الله وهكذا انطوت صفحة من أنصع صفحات التاريخ والعقيدة مات إبراهيم وترك الحزن لأصحابه ورفاقه ولأبنائه لقد رحل خليل الله لقد رحل من هو أغلى عندي من نفسي وولدي وأهلي ومالي لقد رحل لا نقول إلا ما يرضي ربنا إلا لله وإنا إليه راجعون كيف لا أراك ثانية يا خليل الله يا نعمة رب العالمين للعالمين كيف ستغيب عني يا نبي الله وقد عشت عمري كله أتابعك أراقبك أتلمس خطواتك إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون لقد مات إبراهيم وبموته مات الدين الذي يدعو إليه هيا اهدموا الكعبة عيشوا للملذات ارجعوا للأصنعم فهي الحق وهو الباطل فلو كان عزيزا عليه ما أماته كل نفس ذائقة الموت وكلنا سنموت فسيستمر الدين والتوحيد حتى لو مات جميع الأنبياء والصالحين أتتركون متع الحياة بعدما مات إبراهيم فلم يكن يدعو إلى الحق قوموا قوموا يا قوم لنطوف بالبيت ونكمل دعوة إبراهيم عليه السلام هيا هيا يا قوم هكذا يا حبيبي يا خليل الله ميت ولم تمت دعوتك سكت صوتك ولن يسكت صوتي عن رواية قصتك جيلا بعد جيل اللهم أحييني لأروي قصة خليلك وحبيبك إبراهيم هكذا مات خليل الله كأنه مات الآن والله يا شيخنا لقد أشتبعه بكل جوارحي تعلمت منه العبر تعلمت منه التضحية في سبيل الله تعلمت منه الصبر ثم الصبر ثم الصبر تعلمت منه أن الله قبل كل شيء وبعد كل شيء وأهم وأجل من كل شيء مات إبراهيم ولكن الحق لن يموت سيظل له رجال يدافعون عنها لا يهم من يعيش ومن يموت الأهم أن الحق يعيش ولن يموت ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر